عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعه السابع ضمن سلسلة من الاجتماعات المرتقبة للوقوف على أولويات كيفية تعزيز مزلط الحماية الاجتماعية وقد اتفق أعضاء التحالف خلال الاجتماع على تدشين مرحلة ثانية من مبادرة وصل الخير 2 في منتصف الشهر الجاري وذلك لضمان وصول الدعم المستحقيه من المواطنين أكثر احتياجا قد بدأ التحالف الوطني في وضع خطة متكاملة تستهدف دعم مضالة الحماية الاجتماعية عن طريق الدعم النقدي الذي قدمته الدولة للتحالف والذي يقدر بتسعة مليارات جنيه إلى جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهدها وأنشطتها بخمسة ونصف مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري